بعدما اختصر ضعف نتائج التلاميذ في مادتين الرياضيات واللغات الأجنبية مع نهاية كل فصل دراسي وزيرة التربية الوطنية نوريا بنغابريت تكشف عن تدني مستوى نتائج الفصل الأول في اللغة العربية وهذا بالرغم من أن المادة قائمة بذاتها وبحجم سعي أكبر ما زاد من قلق الوزيرة برغم من أن اللغة العربية هي اللغة التدريس وفي نفس الوقت مادة قائمة بذاتها بحجم سعي كبير فنتائج التلاميذ فيها غير مرضية ضعف نتائج التلاميذ في مادة اللغة العربية يضاف إليه تدني مستوىهم في اللغات الأجنبية والرياضيات ما يطرح التساؤل حول المواد التي يتقنها المتمدرسون في مختلف الأطوار التعليمية خصوصا في ظل إصلاحات الجيل الثاني وعدم تمكنهم من استيعاب دروس الكتب الجديدة سيما وأن الأستداء لم يتلقى والتكوين الكافي في تلقين دروس الجيل الثاني إذا كانت وزارة التربية الوطنية قد عدت استراتيجية وطنية مع مخابر جامعية للعمل على تحصين مستوى التلاميذ في مادة اللغة العربية هذا من خلال الوقوف على أخطائهم المتكررة أثناء الامتحانات الرسمية فما هو حل الوزارة الوصية من أجل مواجهة تدني مستوى التلاميذ في مادة الرياضيات واللغات الأجنبية